كانت الأطباق النازية استخدمت كاستخدام تجريبي في نهاية الحرب العالمية التانية وقبل انهزام ألمانيا ما كانتش لسه استخدمت كآلة دفاعية بالقدر الكافي لكن اللي حصل إن ألمانيا تهزمت أول حاجة عملتها حكومات الحلفاء وبقيادة أمريكا بالذات وروسيا بالذات نوم راه واخدين كل ده بعد هزيمة ألمانيا آه بعد هزيمة ألمانيا أول حاجة عملوها هو أخد كل ما يتعلق بالبرنامج السري الفضائي النازي وتعاملت عملية عسكرية مشتركة بين أمريكا وبين المخابرات الروسية اسمها بيبر كليب العملية دي كانت بتتبع لأن البرنامج الفضائي النازي ده كان شغال فيه يعني كم من العلماء طبعا على قمتهم علماء معينين منهم زي ما قلنا فيكتور ريشبرجر بس تحتيق آلاف من العاملين عملية بيبر كليب دي كان من أحد العملية اللي وظف فيها الآلاف من المخابرات تبعين المخابرات الأمريكية ومخابرات الروسية بتتبعوا كل من عمل في البرنامج الفضائي الألماني وأخدوا يعني كانوا بياخدوهم بالعافية لدرجة أنهم يعني يعني فيكتور ريشبرجر ما كانش في موافق أعطان معهم وتم خطفه وتم عزله كمين أخدوا الآلاف من العلماء ومن كان يهرب منهم كان يقتل أخدوهم على أمريكا أمريكا كان عندها منطقة تجارب في صحراء نيفيدا اللي هي سميت بقى اللي احنا هنتكلم عليها اللي هي منطقة 51 لكن دي كانت للأول كانت منطقة تجارب وكانت تجرى فيها اللي هي بدايات تجارب القنابل والقنابل عنكودية وقنابل نوية بتاعها عملوا فيها قاعدة كبرى جدا تحت الأرض القاعدة الكبيرة بقى اللي عملوه تحت الأرض في المنطقة 51 دي كانت بداية بقى القواعد احنا نتكلم لسه عن قواعد الجوفة الأرضية وكده خدوا بقى ألموا كل ما يتعلق بالبرنامج الفضائي الألماني وعلمائه وأجبروا الناس دي أن يتعامل معهم وكانت تحت إشراف يعني دخلوا معهم عملوا بقى اتفاقية كمان فيما بينهم أن مخبرات الدول الكبرى اللي هي كانت تمثل دول الحلفاء وخاصة أمريكا بريطانيا أمريكا بريطانيا بروسيا دي المنطقة 51 بس لسه هنتكلم شوية جماعة شوية على 51 يعني هذه منطقة 51 كمان الدليل على النهاية يعني احنا نقول بعد كده زي المنطقة دي تتبع المين عشان الناس اللي هي بتنكر أن المسيخ الدجل حر وأنه يقود لحكومة العالم الخافي يعني نتكلم في الموضوع ده عشان من الأخباطش الناس مو من نهاية راحت العملية دي جمع كل ما هو متعلق بهذا الأمر وكل العلماء المتعلقين به وأخدتهم على قاعدة سرية أنشأت خصيصا لهذا الموضوع في المنطقة 51 في جوف الأرض يعني عملوا قاعدة كبيرة في جوف الأرض عملوا جيش كامل تحت كمان قد مخابرات الروسية والمخابرات الأمريكية وزي ما قولنا قوات الحلفاء عملوا تعهد أن هذا الموضوع يخفى تماما على العالم لحين الوصول لأساسياته وإيه اللي وراه وكذا 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 كانوا عايزين يعرفوا إزاي ألمانيا وصلت لهذا التطور وما هي يعني الخرائط وما هي التعامل مع هذه الكائنات وإيه هي الكائنات دي وكيفية التعامل معيها والكلام ده مثل يعني معضلة جبيرة جدا فتم إخفاء هذا عن العالم هذا الأمر عن العالم عمدا أنه تم أخذ الوصائق دي خبوا عنهم خبوا الحاجات دي ولا حد يعرف العالم حانوا عندي حانوا كانت الأمور دي نكمل بعد الفاصل دكتورة مايا في الربع ساعة تلت ساعة اللي فاتت كانت بتتكلم من حدوتة الحالات الفضائية دي من قرل السبعة عشر ألف سبعمائة ويمكن واثناشر في أول قرل السبعة عشر إنما أكتر ناس بدأوا يتحركوا عنها الألمان واللي هي مجموعة سمت نفسها فريل ودي كان على اتصال بقى كعبد الشيطان وحالات دي كلها وصلوا لغاية موصلنا في أولي التلتينيات كان تقريبا الألمان على اتصال بالعالم ده اللي هم الرمضين ده عالم أخر غير الإنسان وتوصلوا ليهم في حالات كتير وهي وردت لنا صور لهتلر وزين هتلر تالي كده ووردت لنا صور عايز أقول لحضراتكم دكتورة مايا القضية معلومات كثيرة جدا وعندها فيديوهات كل كلمة بتقولها فيه فيديو وصورة وصيقة بتأكد عليها هنستحمل بعض ونقعد يعني هنستناها إنما هي كل كلمة هتقولها هتدل عليها نكمل بقى نكمل الموضوع وبرضو أنا بأكد على حضراتك ومش فيديو واحد يعني هي الأسف هي ملايين أنا ممكن كمان هتديهم قناة كاملة على فيديوهات بيتم رفعهمنا على اليوتيوب هتديهم قناة كاملة فيها 200 فيديو مدلل على كل كلام اللي احنا بنتكلم عليه ومواثق هنقدر ندي في الفاصل تكتبيه ونخليهم يطلقوا على وفي نفس الوقت يعني إحنا عشان الناس ما تفصلش من القصة تفهم إيه القصة فأنا أحاول إحنا نتكلم ونشوف مع بعض الصور عشان الناس تكون الفكرة العامة وبعد كده إن شاء الله على كل اللي قلناه هنشوف فيديو لأن كل فيديو عايز الواحد يقول أهو كذا 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 فعايزين الناس تاخد الفكرة عشان ما اضعش نعم بس أنا عشان خطرا النهاردة اللي حضرتك هتقولي كلمتين أنت هتشرح إزاي الألمان وإزاي اللي دخلوا في هذا المشروع لسه فيه تفاصيل مهمة طيب تقولي تفاصيل بس كل دقتين تلاتة ما أنا الرسائل بتبين لي ما أنا الترمومتر عند الرسائل هم إيه الغدواتي ناس إيه ما قلنا فإحنا عايزين نقول للناس صدقونا أدهو هو غير صدقونا بس إن يا جماعة إحنا يعني معلش برضو بأكد تاني الموضوع ده ما بيتفتحش لمجرد الإصارة أو فتح موضوع مسير أو فتح موضوع نقول الحقيقة كذا موضوع ده بيتفتح عشان حاجة مهمة جدا 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 إن الموضوع الغزو خديعة الغزو الفضائي اللي هنتكلم عليه وعلى كيفيتها كنتمعد إنها تبتدي في 21 ديسمبر والواحد ما كانش عايز يتكلم في الموضوع ده أو يصطبق الكلام في الموضوع ده واحتمال تظهر في الفترة اللي جاية احتمال تكون قريبة واحتمال الجدوى للزمني بتاعة تأجل لأن أنا عايز أقول للناس إن موضوع 21 ديسمبر وخديعة نهاية العالم والكلام ده في أجهزة كاملة قاعدة اسمها أجهزة مراقبة الوعي الجمعي ودي أجهزة متخصصة وهم عشان كده بيعملوا منوبليشن للناس أو تلاعب بالأفكار عشان بيدرسوا ردود الأفعال ردود الأفعال دي على مستوى العالم بترصد وبتدرس ومحطوط لها جيش من المتخصصين خديعة الغزو الفضائي كان معد إنها تبتدي من 21 ديسمبر جدوى لها الزمني اتأخر لكن ما عادش فيه وقت إن الناس تنكر ما عادش فيه وقت إن الناس ما تصدقش وده موضوع في غاية الأهمية ليس للعلم بالشيء لكن إحنا عشان الموضوع ده احتمالنا تعرض له وهيعتمد على عدم علم الناس به والخديعة اللي هتتم عن الناس فالموضوع ده ليس موضوع من الخيال العلمي ولا كده مهم نكمل بعد ما هم أخدوا كل التقنيات الألمانية وعولماء ألمانيا وكل الملفات الخاصة بالموضوع كل الأوراق كل حاجة أخدوا على القاعدة 51 اللي اتعملت فيها منطقة جوفة أرضية أو قاعدة سرية تحت الأرض في نفس هذه الفترة اللي هو كانت في نهاية يعني في نهاية أو في سنة 45 اللي هي نهاية الحرب العالمية الثانية لأه في الوسائق من أحد الأوراق اللي خدوها خرائط تدل يعني أنا ممكن أطلب اللي هو من ملف هتلر والكائنات اللي هي الخريطة اللي كانت بتاعت هتلر للعالم الجو في أرضي أطلب الصورة اللي هي بتاعت من ملف هتلر يلا يلا ماشي ماشي على ما يدوروا عليه لقوا الخريطة دي وفي غيرها كمان خرائط بتدل على إن إزاي الأطباق الطائرة ديت يعني هم ما كانوش فاهمين يعني إيه إن دي الكرة الأرضية وإزاي إن بيتم دخول أطباق طائرة من فتحات معينة والخريطة دي كانت مكتوبة بلغة غريبة جدا بعد طبعا علماء اللغة وبعد كده لأوا إن اللغة دي قريبة جدا من اللغة اللي هي تسمى لغة سانس سانس كريتية اللغة دي من أقدم اللغات على الأرض ويعتقد إنها لغة العالم الآخر أو مثلا الجن أو الكذا أو الكذا أو الكذا وهنتكلم طبعا تتعملت غيره في الصور يعني مثلا تتغيره في حاجات ما اسمته على صورة عشان تشرح لنا الخريطة اللي هي قبل كده اللي هي بتاعة جو في الأرض أيوها الخريطة دي خريطة دي طبعا يعني كانت مهمة معلش نخلي الخريطة دي شوية الخريطة دي كانت مهمة جدا في وصائق هتلر لأنهم كانوا عايزين يعرفوا كيفية التعامل مع هذه الكائنات وإزاي هتلر أخذ منهم هذه التقنيات وإيه وجه التعاون وإيه وجه كذا ويعني إيه الخريطة دي والعالم المجهول تماما عنهم دا المهم كان فيه جينرال أدميرال سوري معروف جدا اسمه ريتشارد بيرد ريتشارد بيرد دا كان أدميرال في السلاح الجوي الأمريكي الأدميرال دا كان حقق ميداليات لأنه هو عمل اكتشافات في القطب الجنوبي مهمة جدا كان أول من طار فوق القطب الجنوبي وسجل وعمل خرايط وكذا وكذا وكان من أحد الحاجات اللي سجلها ريتشارد بيرد أنه لقى فتحة عجيبة جدا في القطب الجنوبي ما قدرش نواطير يعني لمنتصف المنطقة ويستكشفها بس لقى فتحة عجيبة جدا في القطب الجنوبي فتحة في الأرض آه فتحة في الأرض نفسها عميقة جدا يعني تعتبر فتحة مش شايف إيه جوافها وإن هي كان في الأوقات الليلية بيظهر من الفتحة دي حاجة اسمها شفق غاز أو حاجة زي إضاءة هو سموها الأورورة فيما بعد فالموضوع ده كان غريب جدا الموضوع من أنه سجل ملاحظات كتير وكذا فجأت أمريكا بعد اللي عملته مع ألمانيا والقاعدة اللي عملتها راحت موكلة الأدميرال ده الأدميرال ريتشارد بيرد ابتدت عملت مشروع كبير جدا اسمه المشروع الأحمر المشروع الأحمر ده كان يتخلله عمليات محددة يعني مشروع كبير كان عايز يكتشف إيه العالم دوت وهل إحنا فعلا أرضنا جوفاء وهل في مدن جوفة أرضية وإيه طبيعة الكائنات ديت وإيه اللي ممكن نعرفه عنهم وإيه موضوع ده ريتشارد بيرد المهمة النهية يعني حصل توكيل لريتشارد بيرد وتوضع معيه ستة ألاف من الأسلحة المختلفة لدى أمريكا عشان حاجتين مهمين بدايتهم أنهم ملاقوا أن بعض الفيالك من أتباع الجيش النازي وكده اتجهت يعني هربت لقارة أنتارتك اللي هي القطب الجنوبي وما كونش عارفين ليه فبعد ما شافوا الخرايط دي يعرفوا أنه في حاجة الناس دي بتهرب لمنطقة محددة لدرجة أنه فيه وثائق بتثبت أن اللي تم عدمه ده مش هتلر بس أنا مش عايزة أفتح الموضوع ده لأن هتلر برضو هرب مع الصف وابتوعه للقطب الجنوبي لفتحة القطب الجنوبي أنا مش عايزة أفتح الموضوع ده عشان ما يحصلش يعني وعشان مش موسق لا هو موسق بس هي النقطة مش عايزة أفتح الموضوع ده لأن فيه وثائق كثير بتثبت أن اللي تعدم ده مش هتلر وأنهم اضطروا يعدمه شبيه لهتلر عشان منظرهم أمام العالم لأنهم ما كنوش فاهمين إيه الموضوع دوت لا يتما يفهموه بهم إنهم بعتوا ريتشيرد بيرد مع ستة آلاف من القوات العسكرية لضرب أولا بعتوا في عملية لضرب الفيالق اللي هي بتهرب لقارة أنتارتكي اللي هم ما كانوش عارفين ليه هم بيهربوا لهنك وإيه حكاية الدخول من فتحة جوه في الأرض دي وما كانوش لسه فاهمين الموضوع فابتدوا أنه هم ما يجتمعوا مع علماء روسيا ومع علماء كذا وعادتوا حاجة يعني كان بقيادة أمريكا اسمها المشروع الأحمر ومشروع الأحمر ده يضم خلاله أكثر من عملية تحته من أحد أهم هذه العمليات اللي يتولى لها برضو ريتشيرد بيرد مشروع اسمه هاي جامب أو القفزة العالية وهم وكله ريتشيرد بيرد بعد ما هو قاد برضو عمليات لضرب الفيالق اللي بتروح وضربهم فعلا يعني آه يعني هو قام بكذا عملية لضرب الفيالق النازية اللي كانت عمالة تهرب إنما ما قدرش يقرب من الفتحة دي ده في الأول يعني هم ما اختاروه عشان هو كان عمل رحلات وسجلها في القطب الجنوبي وقدم وكان واخد ميداليات وكان واخد نياشين أنه هو كان عامل اكتشافات مهمة جدا في القطب الجنوبي وكان أول منطار فوق قارة أنتارتكي نفسه وسجل الملاحظات الغريبة دي ده كان في نهاية التلاتينات قبل نهاية الحرب العالمية التانية فطبعا بعد ما هم أخدوا المشروع النازي الفضائي بالكامل بعد نهاية العربية الأولى نهاية التلاتينات وبعد الحرب العالمية قبل التانية آه قبل ما تنتهي التانية قبل ما تبتدي التانية إنما هم بس تعانوا به نتيجة لخبراته إنه هو يقود العمليات اللي هي بعد هزيمة ألماني إنه كان خبير في بعد أربعة واربعين آه يعني بعد أربعة واربعين زي ما قلنا من العملية المهمة جدا اللي قضها الجنرال الأدميرال ريتشود بيرد هي عملية هاي جامب عملية هاي جامب كانت عملية راح مع ستة آلاف قوة عسكرية من ست آلاف مقاتل عملية دي موصقة وهو سقها في يعني ما سقها بكذا جانب سواء من الناحية العسكرية وسواء في مذكراته الشخصية لكن للأسف هي مذكراته الشخصية دي تم التعتيم عليها تماما وظهرت في التسعينيات وظهرت بصورة سرية مصربة عن طريق أفراد عائلته ومذكرات دي موجودة وهنشوفها برضو في فيديوهات وهنشوف يعني ملخصة